بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة لم يبق بيننا وبين شهر رمضان إلا أيام معدودات كما يقول علماؤنا الأعلام أفضل شيء تقدمه لصاحب الزمان في شهر رمضان أولا أن تتجنب المحرمات لأن الإمام سلام الله عليه يقول إنا نكره ما يصل إلينا منكم وهذا هو الحاجب والمانع من تشرفكم بلقائنا وهذه النقطة جدا مهمة تؤلم قلب الإمام سلام الله عليه في شهر رمضان بأنك ماذا تعمل المحرمات أو تشاهد المحرمات من الغناء من المسلسلات الهابطة من النظرات المحرمة إلى غير ذلك والغيبة والنميمة والكذب ثانيا وأن تعمل الأعمال الصالحة جميعا في شهر رمضان بالنيابة عنه وتهدي ثوابها أيضا قراءة القرآن التسبيح الطبخ لأجل الإفطار إطعام الطعام إعطاء الصدقة صلاة الليل إلى غير ذلك حضور المجالس الحسينية ثالثا وأن تدعو له بدعاء الفرج أكثر من دعاء الفرج فإن فيه فرجكم وكذلك رابعا أن تخصص من وقتك في كل يوم نصف ساعة لمناجاته كما يقول آية الله السيد عبد الكريم الكشميري قدست روحه الزكية نصف ساعة إلى ساعة بأنك تقرأ زيارة آل ياسين ثم تقول بعد ذلك مئة مرة يا صاحب الزمان غثني يا صاحب الزمان أدركني ثم تقول مئة مرة المستعان بك يا ابن الحسن والمستغاث بك يا ابن الحسن لهو الإكسير الأعظم في قضاء جميع الحاجات ويدخل السرور في قلب صاحب الزمان سلام الله عليه لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى وصاحب الزمان عفوا وصاحب الزمان يحبان العبد الذي يترك الدنيا بأكملها ويقطع علاقته بأهل الدنيا جميعا ويتوجه لله ويتوجه للوسيلة التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن نتوسل بها إليه هنا يكون العبد في شهر رمضان موحدا حقيقيا متوجها إلى الله وإلى أهل البيت عليهم السلام يعيش حالة الانقطاع في جميع ساعاته برنامج صباحات أولئية وكما يقول علماؤنا لعلام هذه الأعمال الأربعة ترضي الله عنك وصاحب الزمان يرضى عنك ويكتب لك سنة قادمة جديدة رائعة جميلة مختلفة عن كل عام من الأعوام التي أنت قد عشتها أو عشتها عفوا في الحياة الدنيا برنامج صباحات الأيام من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام